دكتور إبراهيم قلنا بقى حالة الخلافات دي في القانون الدولي نلجأ نروح لفين نقول عشان احنا خلاص الوقت يعني 30 ثانية عايزة عارف نروح لمين عشان نلجأ للقانون الحقيقة طبعا انه هنا يعني لو قلنا ان ده نزاع دولي المنازعات الدولية معروف طرق حلها يعني اما طرق سلمية او طرق غير سلمية الطرق السلمية معروفة اللي هي المشاورات التفاهم التفاوض الوساطة الدبلوماسيات ده نمرة واحد نمرة اتنين في قضاء دولي لو في نزاع دولي بيتخل في المحاكمة الدولية وغير سلمية دكتور دي يعني الاولى فقط هي اللي سلمية القضائية ما تعتبرش سلمية لكن هي قانونية يعني او قضائية يعني دي القضائية اللي حدك تقصدها انها غير السلمية ليه القضائية اه السلمية اللي هي بالتفاهم والتشاور والوساطة والتوفيق وما الى ذلك الوسائل القضائية اللي هي ان احنا نروح لمحكمة او دي تحكيم ويحللنا النزاع نمر الثلاثة بقى اللي هو الحل العسكري اللي هو ايه برضو ميساق الامتحدة نظامه وحدد لنا قواعده فحنا لو عندنا دا نزاع وفي دولة بتلجأ الى مرتزقة وبتنقلهم لدولة تانية وبتتدقل في شؤون دولة اخرى طيب ايزا الوقت خلاص فقدر لي السؤال مع الدكتور